من جدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين بكرا إن شاء الله أول أيام شهر رجب خلاص أيام وشهرين بيحصلنا عن شهر رمضان المعظم ناس كتيرة مننا معرفوش في بعض الأحيان كده الفرق ما بين الصدقة والزكاة بيكون عندهم خلط ما بين ما هو يعتبر أو يدخل في باب الزكاة وما يدخل في باب الصدقة طبعا في كثير من الأحيان الصدقات المفروض تبقى معانا طوال العام طوال العام نتصدق بشكل كبير على هدي القرآن الكريم وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كما كان يقول داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة الفرق ما بين الزكاة والصدقة وإزاي تقدم الصدقة بشكل يليق بالفضاء الإسلامية وتحديدا نحن في أيام مباركة وشهر رجب كل سنة طيبة هبة كل سنة وانت طيب يا محمد وكل سنة وكل المصريين والعالم العربي والإسلامي بخير وسلام الزكاة والصدقة يمكن كتير بيتلغبطوا فيها وفي توقيتاتها وكيفية الاحتساب وإيه اللي مفروض أنه يتحسب وإيه اللي مفروض أنه ما بيتحسبش وإيه أنواع الصدقات وإزاي بيكون سوابها عند الله سبحانه وتعالى وده هيكون موضوع حوارنا النهاردة مع فضيلة الشيخ محمد تنطوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية صباح الخير فضيلة الشيخ صباح الخير يا فرد صباح الخير عليكم على كل المصريين وكل المصريين بكل خير في جميع بقاع الأرض خلينا نبدأ كده أولى أسئلتنا مع حضرتك بإيه الفرق بين الزكاة والصدقة طيب إحنا عاوزين بس نوضح بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله طبعا أنا حابة أقول حاجة لطيفة كده خاصة في حضرة سيدنا النبي في الأول إن كل عمل إحنا بنعمله إحنا بنقتدي فيه في حضرة النبي إلا حاجة واحدة بس بنقتدي فيها بربنا ممكن نسأل إيه هي ممكن تكون الحاجة دي نقول الحاجة دي الحاجة دي هي الصلاة على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا للقرآن الكريم هتلاقي ربنا بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم إذن فإحنا في الصلاة على سيدنا النبي بنقتدي فيها بربنا لكن في بقية العبادات بنقتدي فيها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر في القرآن الكريم ستجد هذا المعنى كثيرا وننتقل بقى إلى النقطة اللي حضرتك سألت فيها والسأل المهم الفرق بين الزكاة وبين الصدقة إحنا عندنا الزكاة ده فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على إنسان معين مين هو الإنسان المعين ده؟ هو الإنسان اللي توفرت فيه شروط الزكاة بخلاف الصدقة ما لها الشروط الصدقة تنفع تديها لأي حد في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان بدون قيد وبدون شرط أي حد ممكن تدي له الصدقة زوجتك تديها صدقة أولادك تديهم صدقة أصدقائك تديهم صدقة يعني كل الناس لكن الزكاة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها أصناف معينين طيب الأصناف ظلمين إلا ربنا سبحانه وتعالى نص عليهم في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إذن لما نجي نتكلم عن الزكاة نتأكد إن الزكاة فريضة أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل من ملك نصاباً يعني إيه الكلام الكبير ده النصاب ده يعني بتحدد إزاي؟ بالضبط يعني وفقاً لموطيات الشرعة نعم إمتى يعني يحق على المسلم أو يتم متى يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله؟ وإزامية الزكاة نعم يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله إذا توفرت في ماله شروط إيه يا الشروط دي؟ أول شرط العلماء قالوا عليه يعني أقول لحضرتك المنصوص عليه وبعدين أشرحه المنصوص عليه أن يكون ماله هذا المسلم بالغ للنصاب يعني إيه بالغ للنصاب؟ يعني يشوف الفلوس اللي معاه تساوي قيمة 85 جرام دهب عيار 21 كام؟ 85 جرام دهب عيار 21 طيب لو أنا بصت في الفلوس بتاعتي لقيتها تساوي هذا المقدار طيب يبقى نتقنط نتقنط نقل إلى الشرط الثاني طيب ثاني وحدة فضلت الشيخ إمتى أشوفها تساوي المقدار ده في زمن محدد في يوم محدد؟ لا هو العبر عندنا أن الشخص بيستشعر أن ماله كتير أنا مثلا معايا لقيت فجأة كده ربنا رزقني لقيت معايا 100 ألف طيب أنا عاوز أشوف 100 ألف مبلغ كبير أو 200 مبلغ كبير أو 300 مبلغ كبير فأول ما بستشعر أنا كمسلم أن معايا فلوس كتيرة ببتدى أدور على حق الله فيه فبتدى أسأل نفس السؤال هو أنا عليها زكاة؟ طيب أنا أعرف إزاي أنها عليها ولا معليش أشوف الفلوس دي ملهاش يوم معين أصلا أسعار الزهب متغيرة؟ منسبية مختلفة من نعم ما هو أنا بقى بشوف في اليوم اللي أنا هشوف فيه يعني أنا مثلا نفترض النهاردة ربنا كرمني زي ما قلنا لحضرتك بقى أن كان أي مبلغ مليون جنيه طيب أنا النهاردة بقى معايا مبلغ كبير أو الشهر ده لقيت معايا مبلغ كبير أعمل إيه؟ أبص للزكة بقى أقول أبص للمال أقول هو المال ده يساوي 85 جرام ده بعير 21 آه ولا لأ في اليوم ده لو زاد عنه يبقى وجبة الزكاة؟ لو سواه سواه لو سواه يعني أنا مثلا عندي 85 جرام ده بعير 21 نهاردة وليكن على سبيل المثال 300 ألف جنيه 85 هيعملوا مثلا 300 نفترض يبقى أنا لو معايا 300 ألف جنيه أبتدي أعمل إيه؟ أقول آه هذا المال وجبت فيه الزكاة طب أطلعي النهاردة؟ الجواب لا طب أعمل إيه؟ أنتظر سنة هجرية ما دي نقطة اللي احنا بنتلخبط فيها بعض الأحيان فب فكرة يعني مواعيد أو مواقيت الزكاة يعني تمام إمتى بيتم المرور حول كامل إزاي تتحسب؟ تمام هي العلماء يعني إحنا في ضر الإفتاء يعني أخذنا برأي سهل جدا ويسير جدا على الناس إيه هو؟ أنظر لطرفي الحول يعني إيه طرفي الحول؟ يعني في أول السنة وفي آخر السنة أول السنة السنة الهجري لا لا السنة التي بلغ فيها مال النصاب أيوة بس بحسبها إزاي؟ سنة بالشهور العرب؟ بالهجري بالهجري لأن الحسابات عندنا هجرية لأن الشهر الملادي هيفرق عن الشهر الهجري لذلك إحنا بنحسبها بالهجري أشوف النهاردة وليكن زي ما قلت لحضرتك وقع فيه خاطري إن المال بتاعي بلغ النصاب أعدي سنة عليه؟ سنة هجرية وفي آخر السنة يعني مثلا النهاردة واحد رمضان فأنا بصيت لقيت مالي بلغ النصاب أنتظر سنة هجرية يعني واحد رمضان القادم أبص المالي بلغ النصاب زي ما هو أطلع إيه؟ ربع العشر اللي هو يسوي كام؟ 2.5% يعني كام؟ يعني نفترض على المليون 25 ألف جنيه تمام؟ طيب في حاجة تانية؟ آه طبعا في حاجات تانية لو المال اتحرك في داخل الحول هل لدينا علاقة بي؟ ما ليش علاقة بي خاصة؟ أخلاص أنا ربطت على السهر اللي أنا شفته من سنة لما حسيت أن أنا مفروضة أطلع ذلك لا لا أنا أقصد معنى آخر يعني المعنى الآخر اللي هو إيه؟ نفترض أن أنا كم معي مليون في نص السنة اشتريت شقة بـ 500 ألف بقى معي 500 في آخر السنة بقوا مليون تاني تمام؟ فجيت في واحد رمضان على اتفاقنا مثلا لأيناها 2 مليون طبعا أنا هتطلع على المليون ولا على الـ 500 ولا على الـ 2 مليون نفترض أنه دخل قبل واحد رمضان ده دخل علي مليون كامل بس ما عداش علي سنة قال لي ما أنا عندي وعاء بالغ النصاب من بداية السنة فأي جزء هيدخل عليه هيعتبر منه يعني برضو يطلع عليه نعم حتى لو قبل وجوب خروج الزكة بشهر مثلا أو بيوم نعم لأن العبرة عندي بطرفية الحول طالما في أول الحول أول السنة اللي أنا حسبتها أو بتديت أحسب منها لأن مال يبالغ النصاب بالغ النصاب وجيت في آخر السنة لقيته بالغ النصاب يبقى واجب عليها طلع على الموجود معي بالفعل نقص هذا المال فضلت الشيخ يعني مثلا في أول رمضان لو خد ده معيار نعم على سبيل المثال يوم واحد رمضان يعني ده اليوم اللي إيه حبتدي أخرج زكاة أموالي طب لو المال ده نقص خلال العام لظروف ما صحية في يوم واحد رمضان في يوم واحد رمضان اللي أنا أخرج فيه مالي رجع بلغ النصاب تاني ولا لسه لو نقص لو نقص عن النصاب في اليوم ده يعني أنا هاجي في يوم واحد رمضان القادم اللي بعده آه اللي بعده ده وأنظر برضه هل في اليوم ده مالي بالغ النصاب يعني يساوي قيمة 85 جرام دهب في نفس اليوم ده بنفس المقدار ده نعم يبقى هخرج عليه الانتين ونصف في المية هخرج عليه الانتين ونصف في المية طبعا لا مش هخرج عليه طبعا ده بالإضافة الأمرين تانيين مش عاوزين نغفلهم ايه هما الأمرين التانيين أولا إن ما يكونش علي دي يعني أنا مثلا جيت في أول السنة بلغ النصاب جيت في واحد رمضان طب أنا عندي شقة عاوزة تفعليها دي عليها ديون منها حتى لو الديون لسه كمان سنة أو اتنين قال ما أنا المفروض ديون دي بمعنى إيه أقصات ولا مثلا حد واخد قرد من أي أن كان وبيسدد ده يعتبر دي نعم وانا بخرج بعد خصم الديون اللي علي معي مثلا مليون جنيه علي دين 500 ألف يبقى معي كم 500 هل الـ 500 بالغن النصاب ولا لا آه بلغ النصاب هطلع عليه لا مش بلغ النصاب مش طلع عليه أنا يجب علي بستبعد الدين كله وبشوف المبلغ اللي هو خارج بالضبط كده بالضبط حتى لو الدين ده قدامه سنة أو اتنين عبر مسده حتى لو بسده بالتقسيد لأن أنا كل سنة هخصم ما بقي علي من دين واشوف الباقي بلغ النصاب ولا لا فإن بلغ نصابا واجب عليه الزكاة طيب الشرط اللي بعد كده أن يكون فائضا عن الحاجة الأصلية إيه الحاجة الأصلية المأكل والمشرب والملبس والتعليم والتمريد وهذه الموضة بفصل احتياجاتي عن اللي مفروض يطلع منه الزكاة الاحتياجات الضروري أن يكون فائضا عن حاجات الضرورية يعني أنا مثلا ما يبقاش عندي أنا أعيش في مستوى معين مستوى ده أنا باكل كذا وباشرب كذا فلو أنا طلعت زكاة من غير مخصم من غير مخصم من غير مخصم المصروفات اللي أنا محتاجها احتياج ضروري وأن المال ده فائضا عنها يبقى أنا بعد كده هطلع زكاة المال وارجع بعد كده أخذ أنا جميل طبعا سريعا فضلت الشيخة الصدقة نروح للصدقة نعم وهل الصدقة مال لأنه يعني ليست الصدقة أموالا فقط يعني ممكن نعم نعم نحن عادفين طبعا تبسمك في وجه أخيك صدق مجرد فقط أنك أنت تعامل الناس معاملة فيها يعني جيدة فده نوع من الصدقة نعم مفهوم الصدقة الشامل إيه يا فند شوف حضرتك كل ما يفعله الإنسان من خير فهو له صدقة كف أزاه عن الخلق صدقة هي له صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة إماطة الأزى عن الطريق صدقة حملك على أخيك يعني واحد مثلا مش قادري شيء حاجة فحضرتك حملتها عنه أو حملتها عليه أو على حطتها له في صيارته صدقة شوف حضرتك يعني نفقتك على أهلك وولدك صدقة يعني كل ما يفعله الإنسان وكل ده عندنا بتعقد النية بيه ولا بيحتسب صدقة نعم الأصل في الإنسان أن يصحح نيته دائما لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ما ينفعش كده أروح عمل وأنا نيتي مبهمة لكن أنا ممكن أقول إيه يا رب أنا كل عمل ها أعمله هو صدقة يعني حتى وأنا باكل حتى بتصدق بها على جسدي إن أنا أقيمه إن أنا أقدم به الطاعة وأقدم به الخير وكذلك ذلك مفهوم الصدقة واسع جدا 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 مش مقتصر على الفكرة المالية نبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص ماله من صدقة فيجي واحد يقول إيه إزاي المالمى بينقص ده العكس ده فيه ده فيه نقص في المال قالوا قالوا ما هناك معاني خفية منها أن وإن كان المال ينقص في صورته المادية إلا أنه لا ينقص في بركته ولا ينقص في ثوابه الله عز وجل طيب الصدقة أنا عفوا طبعا على المقاطع لكننا عايزين ناخد أكتر معلومات ممكنة في وقت يمكن ديق شوي إيه الأولى لو أنا علي زكا وعايزة أصدق أصرف الأموال في الصدقات وأقول أنا أجلها شوي الزكا ولا لازم الأولى أن أطلع الزكاة بشكل كامل وبعدين أدور على الصدقة طيب يعني يعني عشان وقت حضراتكو خليني أجاوب إجابة مختصرة طيب الأصل عندنا نقدم الفرض على النفل بشكل كامل بشكل كامل إلا لو لم تؤثر الصدقة على آداء للدين يعني نفترض أنا مثلا أعوز أتصدق بمبلغ بسيط لن يؤثر على سداد الدين مش هنمنح حضرتك ولكن ما تصدقش وهذا المبلغ يؤثر على الدين لأن الله سبحانه وتعالى سيسألني عن إيه عن الفرض ولا عن الفضل الفرض عن الفرض وما هو الفرض الزكاة تمام يبقى إذن نخرج الزكاة أولا وإن لم تؤثر الصدقة بشكل مباشر أو بغير مباشر على الزكاة التي علي فلا مانع من أن أتصدق وزي ما حرك قلت الصدقة لها مفهوم كبير جدا بشأموال فقط ممكن أتصدق طوال العام بالمعاملة الحسنة بإموطة الأذى عن الطريق بالإنفاق على أهلي وأسرتي ده نوع من أنواع الصدق بالعلم بالدعاء أجمل شيء أن تتبسم في وجه أخيك صدقة فيعني دائما كده نتصدق دون من ودون أذى دي أهم شيء أن أتصدق بنفس راضية وعفيفة لكل الناس من حولي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الشيخ محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية نورتنا وشرفتنا شكرا شكرا